السلام عليكم حلقتنا اليوم عن حقيقة الذكريات والذاكرة شوفوا هذا شيء وايد مهم هذا وايد مهم لأن جزء كبير من هويتنا مبنى على ذكرياتنا لكن العوق أو مربط الفرس مبلعوق في الذاكرة الذاكرة في المخ مش موجودة في مكان واحد الذاكرة الفترة القصيرة في الفصل الأمامي الذاكرة البصرية في الفصل الخلفي أما الذاكرة الحسية على الصدغين على أطراف إذن الذاكرة للحدث الواحد تتوزع في كذا مكان هذا عندما تم تخزينها لكن لما نسترجع الذاكرة نحن نأخذها من كل فصل وأيضا مع مشاعر هذه اللحظة أو عواطف هذه اللحظة مع العواطف الجديمة والذاكرة والمشاعر الجديمة ثم عقم ما استرجعنا الذاكرة نردها داخل ونكمل اليوم أو نكمل اللي كنا نسويه هنا هذه الذاكرة اللي رجعت مبهي الأصلية اللي أحنا مرينا فيها هذا الكلام علمي لكن كان صعب التقبل لأننا راح نشكك في كل ذكرياتنا لأننا أحنا جزء من ذكرياتنا نبني عليه هوية بالعكس حتى صدمات اللي نحن نسميها PTSD اللي هي الطراب النفسي بسبة الصدمات مبنى أساسا على ذكرة أليمة مرينا فيها بل كثير من الناس اللي مروا بذكريات أليمة في الطفولة أثرت على تطور العلاقات الناضجة مع اللي زوجوهم أو حتى اختاروا أزواج بناء على ذكرياتهم اللي مروا عليها في الطفولة بل أثر على مستقبلهم فهل هذا معناه أننا كل مرة نذكر ذكريات الطفولة كنا نغيرها و ثم نردها ثم نذكرها بعد عشر سنين و تكون نتغيرها بعد مرة فكان صعب التقبل لهذا الشيء كبير فلم يتقبل العقل فكرة أننا نغير ذكرياتنا كل مرة نسترجع الذاكرة ثم نخزنها مرة ثانية فقامت أحد علماء علم النفس جوليا شا في هذه التجربة و على فكرة التجربة موجودة في اليوتيوب و مصورا لإقناع الناس لأنه صعب الناس كانوا يقتنعون لهذا التجربة و التجربة كانت كالتالي ذكروا ناس و سألوهم أسئلة عن أنفسهم و عن بعض المعلومات عنهم في موقف صار في المراهقة شيء يذكرونه شيء يذكرونه يعني ذاكرة ذات قيمة مو بذاكرة عادية يمكن تتغير بل ذاكرة ذات قيمة ثم ذكروهم مرة ثانية و سألوهم أسئلة تخليهم يفكرون و يراجعون شو حسوا أو شو فكروا في الذاكرة ذا القيمة ثم ذكروهم مرة ثالثة الموضوع كله على ثلاث أسابيع ذكروهم بعد مرة و سألوهم هالمرة لكن هالمرة فالذاكرة ذات القيمة اللي هم أثرت فيهم أو يذكرونها بتفاصيلها خلو هالناس يعتقدون أنهم ارتكبوا جريبة بس عن طريق سؤالهم كم من سؤال أن الإنسان والشخص حور الذاكرة تماما بل أنهم بدأوا يبكون و بدأوا يبكون أنهم ظنوا أنهم ضربوا و فلان و آمنوا أنه كيف ضربته و تم الإنسان يراجع نفسه و يصير جدام الكاميرا أنا كيف ضربت مم عقول و قال أنا بسلم نفسي و وصل لي ليس بشخص كلهم بدون استثناء اتغيرت الذاكرة في عقلهم تماما إلى ذاكرة مزيفة وضعتها جوليا شو في عقولهم عن طريق الأسئلة فقط ممت قالت لا أنت سويت شيء اتذكر لا عن طريق الأسئلة فقط فالإنسان بنفسه طواعية غير الذاكرة تماما الموضوع وايد صعب العقل يتقبل أنه يعجز أنه يصير لين ما تشوفون التجربة التي سويتها جوليا شو لإثبات شيء واحد فقط لأن الذاكرة تتخزن في كذا فص في المخ وفي أيضا يسمون الغدة اللوزية أمكدلة التي تختص بردة الفعل الكر أو الفر التي هي مركزها العواطف الرئيسية الخمسة زائد واحد التي قلناهم التي هي الغضب الحزن الأنس الإشمأزاز والخوف زائد المفاجأة مركزة في الغدة اللوزية هذه تأثر في الذاكرة القديمة بالحاضر التي نحس فيه بالشخصية التي طورناها مع الوقت أن نغير الذاكرة تماما فهل هذا معناه أن نعطي الذاكرة القديمة قيمة أكثر مما هي عليه لو تلاحظون في فكر متناقل في المجتمع نقول يوم تعيد شيء سويت قبل مثلا طلعنا مزرعة وستن نصنم على الهل و و و عموية و و فلانية و شوية نذرة و مدري كررها مرة ثانية البريق ليس بنفسه ما كان في أول مرة أحلى من الثانية الغالب تهويل و تعظيم للذكرة وتهويل و تعظيم للذكرة كان للمتعة الشخصية في هاي اللحظة طيب هذا التهويل و التعظيم إيجابي طيب إذا كان الموضوع خطير أو حزين أو صدمة فكل من نسترجعها بنفسنا بدون توجيه نفسي من مختص نفسي قد نهول شوفوا نحن نحب نخوف عمارنا بدون من نعرف أن نحن نحب نخوف عمارنا عزبتي نحن نشوف نحب أفلام الرعب أو نحب خراريف الجديمة عن أشياء الغير طبيعية و موراء الطبيعة حتى المجالس السمر يوم نطلع البر نحب هذه القصص لأننا فيها إثارة طيب هذه الإثارة تزيد فيك الخوف ما تزيد فيك اليقين لكن نحن ننهي أنا أستمتع فأنا في هذه اللحظة أستمتع بتهويل وتعظيم الذاكرة الجميلة هذا معنى أيضا أني أهول من تأثير الذاكرة القديمة المؤلمة في حاضري هذا معنى أن مستقبلي مبنائي على قرارات أخذها في هذا الحاضر اللي أني أنا أقع حورة بتغذية من ذكرى قديمة أنا هولتها في الحاضر مش لأن هي أصلا كانت مهولة في الماضي بس خاصة أني راجعتها بنفسي ما راجعتها مع وجود شخص حبيب أو لبيب أن أقرفيني الخوف عنها أو أقرفيني حبي لها لكن أيضا ذكرني بالواقع أنه سحبني للواقع وقال لي نعم أكيد القادم أفضل لأنه حبيب ولأنه لبيب فهم كيف يصور لنا الحاضر أهم لكن الماضي مهم عسب نضع أسسنا عليه مبعثة بنعيش في الماضي عسب ما نكون أمة كانة وإخواتها بل نكون أمة ابتكار فهويتنا نتحسر على الماضي بل إذا كنا كبار في الماضي معنا نحن نكون أكبر في مستقبلنا إن سوينا أنفسنا واستوينا هنا التقييم ذاتي وأيضا التقييم مجتمعي فهم نستطيع نتكلم عن تقييم الأمة لكن ذاتي هنا فأيدة الذكريات وهنا تأثير كيف الذاكرة قد تكون خادعة لكن بشكل إيجابي وأيضا هناك بشكل سلبي وإلا مستحيل نقدر نزرع في الإنسان ذاكرة غير موجودة أصلا ويؤمن أنها موجودة بل يعرف التفاصيل فيها في أحد العلاجات الجديدة الآن لا زالت قيد الأبحاث والأبحاث إلى الآن التي شفت ثلاثة ومبنائها على أرقام قليلة فمن نقول هذه نظرية جديدة وهذا سلوب علاج جديد لكن في قيد التطوير وفي أبحاث عليه اسمه NET Neuro Emotional Technique بالعربي تقنية العاطفة والأعصاب تقنية العاطفة والأعصاب Neuro Emotional Technique اللي تثوي أن يخلو الإنسان يرجع دائما لأكثر عواطف مرت في قبل ثم يربطون في أشياء سواها في المستقبل مبراضة عنها ويقولون دور المرتبط فتلقى أشياء فعلا غريبة مثال أن الشخص الآن دائما يحس بعدم الاستقرار سواء كان في علاقات رئيسية في حياته أو حتى وينما وهو ساكن أو حتى في قرارات العادية تجد الرابط كان أنه في البيت اللي كان فيه هو وأخو في نفس الغرفة لكن أخو خلا نقول فوضوي وهو كان مرتب فلأن فوضوية أخو أثرة في الغرفة هو مش حاس بالاستقرار مع أخو عدم الاستقرار في غرفة مع أن في بيته مركز الأمان لكنه لا يستقر أن شبريته مع أخو أخو فوضوي وهو لا واخو خلا نقول كان حمش أكثر فبالتالي هو كان مستوطي حيط أكثر فسكت هذا سوى في عدم استقرار ولا أن ما عالجه الشيء يوم كبر عدم الاستقرار كبر وطلع في أشياء ثانية هذا لا زال في قيد الدراسات لكن في العلاج النفسي الموضوع مؤكد في علاجات أخرى يقررها المختص النفسي لكن الغاية ذكرياتك قد تتغير بحكم تغيرك أنت في الحاضر فلمستقبل جيد مفيد لك ركز على هذه المعلومة ترجمة نانسي قنقر